هو المعادلة فيها البيضة ولا الفرخ يعني ايهما اولا لكن المعادلة الصحيحة ان احنا ما بنحطش العربية قدام الحصان الحصان دايما قدام الحصان في الحالة دي اسمه الاعلاف الاعلاف سعرها نزل ايا كان بقى سبنا يا جماعة لو سمحتوا انسى خالص دلوقت انا بستورد نسبة قد ايه 60 ولا 30 ولا 20 مش دي قصة القصة هي العيد للمحلي بتاعي اللحمة المحلية البلدي بتاعتي انا بكلفها قد ايه سعر الطن بتاع العلف قل يبقى بطبيعة الحال معادلة التكلفة بتاعتي قل العلف تقريبا في معادلة الانتاج 60-70% وبالتالي هو السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار اللحم البلدي يبقى لما سعر العلف يقل يبقى سعر المنتج يقل ولا ما يقلش لازم يقل المشكلة بقى هي عند المربين ولا عند تجار الاعلاف ان هم رفضين يقللوا السعر لا طبا استاذ مصطفة لسه بيقول لا الاعلاف سعرها قل يبقى المربي مش عاوز يقلل السعر او ان القصابين هم اللي مش عاوزين يقللوا السعر يبقى دي لازم تتحل القصابين واصحاب المزارع دول لازم يتعملهم اجتماع مع بعض تحت رعاية وزارة الزراعة ويشوفوا الحل هيمشي ازاي ترجمة نانسي قنقر